السلام عليكم وتابعيني الكرام مثل ما وعدكم ونزلكم تمارين الخاصة بانفصال عضلات البطن الخاصة بالسمنة المفرطة للرجال الكرشد شبير وللنساء اللي مسوين عمليات قيصرية طبعا الفيديو راح تشوفوه على قناتي الوزن المثالي باليوتيوب وراح أنزل الرابط بصندوق الوصف على تيك توك بس أهم شي لازم تعرفون أنه لازم تبعدون بعض التمارين اللي تزيد من انفصال عضلات البطن اللي هي معروفة مثلا هذا التمارين اللي ناخده احنا وجالسين او احنا ونايمين هذا يزيد من انفصال عضلات البطن او احنا ونايمين وهذا الحركة الدائرية هاي هم تزيد من انفصال عضلات البطن تابع التمارين وان شاء الله صحة وسلامة ناخد هاي الوضعية ظهرنا بهالوضع رجلينا بهذا الوضع التمرين هو أنه نسحب الحوض على الظهر هاي الطريقة أنه نسحبه نرجع لوراه نتبه على التمرين زيان نسحب الحوض على الظهر هاي الطريقة التمرين الثاني رجل بهاي الوضع ننزلها ونصعدها طبعا نقدر نخلي قطعة بلاسق جوارجلين نعم وتتحرك زيان ننزلها ونرجعها بعدين الرجل الثاني نفس الوضع ننزلها التمرين الثالث رجلنا بهاي الوضع ونرفعها زاوية تسعين وهمشي نحس بعضلة البطن يعني حركة بطيئة حتى نحس بعضلة البطن يقام شي التمرين بدون سرعة وبهاي الطريقة طبعا وراء فترة رح يصبح لياقة حتى نقدر نطبق التمرين مو برجل واحدة نطبقه برجلين الاثنين وهمشي الحركة بطيئة حتى نحس بعضلات البطن انه تنشد ويكون ضغط السرعة على الارضة بهذا الشكل التمرين اللي بعده نجيب طوبة او مخدة نخليها بين رجلينا بهذا الوضع ونضغط على المخدة والطوبة من ثلاث ثواني إلى خمس ثواني بعدين نرجع ريلاكس وراها هم نضغط على المخدة من ثلاث إلى خمس ثواني ونرجع ريلاكس التمرين اللي بعده هذا الوضع وهمشي انه شون تمرين الاول من سحبنا الحوض على الظهر ونكمل التمرين للعلى بهذا الوضع أهم شي نحس بالصر نطخ بالأرض من التمرن وبهاي الطريقة انه نسحب الحوض وبعدين نرفع للعلى هذا يفيد العضلات السفلية للبطن وبنفس الوقت العضلات الداخلية للأفخاض